حسمت حركة النهضة موقفها أخيراً واختارت ألا تبقى في المعارضة وأنهت بذلك الجدل الدار حول مشاركتها من عدمه ولو من ناحية المبدأ في حكومة لحبيب الصيد رئيس الوزراء المكلف انتهت المؤسسة إلى قرار مبدأ المشاركة في الحكومة إن شاء الله يعتبر هذا موقف نهائي لحركة النهضة ثبتته مؤسسة الشورى فنحن مع المشاركة في الحكومة طبيعة هذه الحكومة حجم مشاركة حركة النهضة تفصيلات هذه أمر لاحق ستبحثه المؤسسات من خلال حوارها واتصالاتها إن شاء الله مع مختلف الأحزاب السياسية الأخرى إن شاء الله وإن لم يدل العياد بتفصيل أكثر عن طبيعة مشاركة النهضة ورؤيتها للحكومة المقبلة إلا أن الحركة ركزت في بيان لها عن ضرورة تحييد وزارات السيادة لبعادها عن التجاذبات الحزبية وقالت موقف تحييد هذه الوزارات ليس مبنياً على تقدير حزبي خاص إنما هو قراءة في التجربة السابقة وهذا يخدم المواطنة التونسية بصفة عامة كما أكدت النهضة على فكرة التوافق بين الأحزاب لا نريد أن نقصي أي حزب من المشاركة في الحكومة بل ندعو إلى الحوار مع كل الأحزاب السياسية وندعو للحوار مع مكونات المجتمع المدني ويرى كثيرون أن حركة النهضة التي تتمتع بثاني أكبر قتلة في مجلس الشعب تريد العودة إلى الواجهة السياسية بقوة من خلال المشاركة في الحكومة المقبلة بعدما فقدت سيطرتها على البرلمان والرئاسة معاً موقف النهضة جاء أيضاً مناقضاً تماماً للخطاب العدئي بينها وبين حزب نداء تونس الذي طبع المشهد السياسي خلال حملة الانتخابات التشريعية ويبدو أن تونس مقبلة على تحالف رئيسي قد يجمع خصمي الأمس العلماني والإسلامي ومن المتوقع أن تنضم إليهم أحزاب أخرى مثل الاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس